أكد ضابط في وزارة الداخلية أكد أن عمليات التحقيق الأولي مستمرة وأن المؤشرات الأولية تبين أن الجريمة تحمل بصمات جهات نفسها التي ارتكبت عمليات اغتيال سابقة في البلاد وبين الضبط في حديث للعربي جديد وتابعته واني نيوز أن المجرم كان يتحرك بكل ثقة خلال تنفيذ الجريمة واستطاع تنفيذها بشكل محكم يؤشر إلى أنه مدرب بشكل واضح على تنفيذ عمليات الاغتيال قبل أن يهرب إلى جهة مجهولة وأضف أن الحديث يحمل بصمات الفصائل المسلحة التي نفذت جرائم سابقة مشابهة لهذه الجريمة مبينا أن عملية الاغتيال خطيرة وهي مؤشر على استمرار نفوذ تلك الجماعات وقوتها وقدرتها على تنفيذ الجرائم متى وكيف تشاء